سؤال بسيط بتمنى تجاودي عليه وانا برده بالجواب من سنة 48 من وقت النجبة لوقت اتفاقية القاهرة وفتح المجال كم لبناني مستشهد جراء عدوان اسرائيلي وحسب لي من وقت ما فتحنا جنوب فتح لاند لحزب الله كم لبناني صار مستشهد بتعرف مين بيحمي لبنان احسر الجيش اللبناني او الميليشيات اذا بتحسب قدي صار صائط لبنانيين وقدي مدمر ما بدلك بعد الالفين بسبب الالفين وستة والالفين وثلاثة وعشرين وعشرين ام قبيل قدي رايح لبنانيين قبل بتعرف انه الجيش كان حامي لجنوب افضل بمليار مرة مما حزب الله متدعي انه حامي حزب الله صار مكلفنا عشرات مليارات الدولار الاف الناس الابريئي اللي عم تسقط وبيرجع بيدعي انه عم يحمينا طبعا مين عم نتضحك عم نجي نقول شفنا التجربة خلينا نرجع للدولة انت مفروض تكون ابن دولة انت مفروض تكون تنيب بالمجلس فيه دستور وغيرها لاي الاردن ما بيفوت على الاسرائيلي لاي غيرها ما بيفوت على الاسرائيلي لانه في دولة بكل بساطة خلس جوابك اسمعني شبايا يا تون يا حبيبي الله يخليك انت عم تحكيني عن شيء يعني ما فيه بديهيات له له بديهيات له يعني يسموه قالي شبايا بالموضوع الاسرائيلي بالمعارك التاريخية معهم من 76 سنة لحد هلا هو عبر عن حاله الاسرائيلي بيحترم اكتر وبيقدر اكتر وبيهاب اكتر الامم المتحدة او الجيش اللبناني مين بالنسبة لاله بشكل شرعي اكتر الجيش اللبناني والامم المتحدة اذا الامم المتحدة علنا مين ما بقوله الجيش اللبناني كيف هالحكير يا حكير طيب الجيش اللبناني الجيش اللبناني طيب عفوا لما جرب الرئيس لما جرب الرئيس رفيق الحريري يبعت الجيش على جنوب سنة 93 مين قامت ايامته ولما بعد الالفين صار فيه كل المطالبات بارسال الجيش لجنوب طيب يتحمل مسئوليته قيل وعلنا نحنا ما بدنا حرس حدود لا اسرائيل لا يا سيس حسن ما كان له علاقة بلبنان لانه كان المطلوب انه ميليشيات ايرانية فرع الحرس الثوري بلبنان هو يكون على حدود على حدود اسرائيل لانه قادة الحرس الثوري كان بدهم هن يكونوا موجودين باللعبة ما له علاقة لبنان ومصالح لبنان وياللي منع الجيش يكون على حدود ويتحمل مسئوليته وحزب الله بعملي تكافل بالوقت يلا تفضل استيس حسن لا 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 في تكافل في تكافل الجواب الجواب بيجاوب علي الشهيد الرائد احمد فرحان اللي من بين كل هالجيش اللبناني اجيت اختالته اسرائيل بس لانه في عنده مشهد من فترة هدت بالبرود الاسرائيلي اذا بيقطع الخط الازرع هيدا جوابي للاستيس طوني بكل الناس ما بيصير هيدا الكلام البسيط والسطحي تقول لي الجيش اللبناني عنده شرعية قدام الاسرائيلي اكتر من ام المتحدة يحيم الجيش اللبناني بكل المراحل اللي ما رأيه هلأ لش عنده ارار بالاقتالة الجيش اللبناني عنده ارار بالتصدي ما في ارار اصلا مش بس ما في قدرة ما عنده قدرة ولا عنده ارار ولا بيطلع ارار سياسي بهذا الموضوع يا نانسي الله يخليكي خلينا نرجع للموضوع باساسه هلأ اليوم المعركة بعد ما خلصت وهذا الحكي لا حيقدم ولا حيأخر لبنان لبنان بقلب المعركة اليوم عم يرسم سقوط مشروع الشرق الاوسط اللي حكي عنه نتنياهو هلأ بيعجبه هذا الحكي خيناتوني او ما بيعجبه بحس تاني نتنياهو قال هذا الحكي والشرع الاوسط والشرع الاوسط بس عفوا يا خيه مش انا قلت هيدا الحكي نتنياهو قاله نتنياهو حكي على اعلى منبر بالعالم والمتحدين قال عم نعمل شرق اوسط جديد مثل ما قالت كوندانيسا رئيس عم مختلين سيطرين على اربع عواصم عربية وخميني ايه قال انه يومي صارت سبعة اكتوبر لقطع الطريقة على الطبية يا نانسي ما بسير يا نانسي استيس حسن استيس حسن نانسي نانسي الايراني يقول البدوياه الايراني يقول البدوياه تبما الامريكي عنده كل عواصم المنطقة له تب الددو الموقف شبنندي هزا laديس حضرتك ضد foul السيطر علي كل عواصم المنطقة عل كل عواصم العالم شبندي شو بيبني بالاراني شو مسيطر يا نصي حضرتك ضد هو الموقف الايراني اللي عم بتطالب لبنين بالصموض ضد هزا الموقف يا نانسي يانسي من بارح كي اناتيote علاقتي الجديد علي لاقات الجيش من فلي through شو العلاقة من يمدد لقائد الجيش او ما يمدد هيدا مش تدخل بالسيادة اللبنانية شو اسمه هيدا لش ما طالح حدا لش ما طالح حدا قال انه يخي انت باي حق سفيرة تجي عم تتدخلي شو منعمل مع قائد الجيش من يمدد له او لا ما حدا حكي يا نانسي الله يخليك خلانا احترم عقول الناس شوي هلأ منجي منقول قال الايراني وما قال الايراني اليوم نحنا بقلب المعركة نتنياهو اعلن عن هاي المعركة وحط شعاراتها وحكي عن شرق اوسط بده يعمله هو نفس الكلام اللي حكيته كونداليسا رايس من 2006 وقت اللي قال اولمرت وده الحلوطس انه خلصت الحرب وحقنا اهدافنا وبنك الاهداف انتهى نفس المرحلة زيتها لبنان ما حيفوت على العصر الاسرائيلي ما حيفوت على التطبيع اللي بده يقبل هيدا الحكي يقبله والما بده يقبله ما يقبله هيدا الكلام اللي عم بحكيه يكون اياه ما تفوح حقه دم بعشرات الالاف وحيندفع اكتر دم ما حنفوت على العصر الاسرائيلي ونعرف شو فيه بالعصر الاسرائيلي بالاردن وبمصر وبغير مطارح ونعرف كيف صار الاحتلال المقنع على كل المستويات لذلك بترجيكوا الرجيع هلا نحنا بهاي اللحظة بهاي اللحظة ما بيصير فيه كلام على انه فيه سلاح موجود عمي قاتل بيفيد ما بيفيد بينتصر ما بينتصر نجي نقول له هيدا سلاح فضل كبه بالارض وسلمه هيدا ما انش منطق هيدا بيخدم اسرائيل اسرائيل اليوم في عنده قتلى وفي عنده جرحة وفي عنده مصابين اكتر من اي مرحلة بحياته وبمواجهاته على مستوى كل الحروب اللي قادتها هيدا واقع هيدا واقع هلأ عملوها مين هوا الشباب اللي هلأ عمناك خلصوا وانتهوا خلينا نروح شوي على بعضنا وبنصح أنا ما حدا يستعجل اخر الشي هيدا العالم عايشي مع بعضا بلبنان ما حدا حيروح من قدام حدا وما حدا إلا كلامه بيبقى موجود ومسجل للتاريخ مما كان كان عنده موقع او ما عنده موقع اخر الشي في ضمير انساني وفي ضمير وطني بدنا نعمله مع بعضنا وانا ايه ابن المؤسسي ابن الدولي انا ابن النظام انا ابن الدستور انا النص الاول اللي موجود بالدستور اللبناني تبع مساق الوفاق الوطني هي جملة قالى الامام موسى الصادر ان لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه احنا ابناء هاي الدولي وابناء هاي المؤسسة وعم ندافع عنا وعم ندفع حق دم عم ندفع كل حياتنا في سبيلة ما بيجيز حدا يجي يحكي معنا بشي دافعين حقه كتير دم ويصير في مزايدة فيه الله يخليه تكون نانسي يوم الامام موسى الصادر مع والدك تم اخفاءهم بذات المشروع يلي عم بيدمر لبناني اليوم كان مطلوب اخفاء الامام الصادر من اجل تأمين المد الايراني بالمنطق يا اساس حسن وانت بتاريخميك لانه الامام الصادر الامام الصادر ما كان بيرضع عن كل الموضوع انت بتاريخ كتير منيح من الامام الصادر لالامام محمد بن جنسدين بسمع وشية نظرك كان مشروع الامام جاءت قطعتني بدون مكمل لا زبانتون استيس حسن يا نانسي انا موضوع لانه مصدروا بي وليس وعشان شون خطفوا استيس حسن عمون استيس توني عم بقول استيس حسن انت باليوم بعز المعركة عم تطلبوا منا نحنا لتهجرنا ونقتل ونستهدف نسلموا سلاحكم انت اليوم بهيك منطق ما بتعتبر كمان ما تنسوا عم بقولوا انه خلص يلا وقعتوا تسلموا هني بسياستهم بيلي عم بيعملوه بالمكابرة وبالزهاب نحو اليوم في مية وستين الف صاروا بالعراق بعد كم شهر رح يصيروا مليون مين بيكون بيكون ساهم بتهجيرهم وقف الحرب اليوم يساهم بانقاذ ما تبقى طيب اذا نحنا جينا حكينا بهالمنطق انت خين واذا جيت قلت لهم كاملوا بالمعركة وبرافوتا تروحوا وكلكم انت خين حلوا شباتكم انا ماني مستعد روحاتي لمعكن ولا بد الحرب ولا بد يدمر البلد انا ما عندي مشروع ازالة اسرائيل وكباب لاحر الايراني يغيروا خطابهم ولكن الايراني تا يحمي نظامه ووزير الخارجية صار عن بيقول ما بقى بدنا الدولتين بتعيشوا بدولة واحدة مع اسرائيل طب يا خي هاوديكي بيحقلهم يحموا دولهم وينسوا شعارات يا قدس قادمون ويوم القدس وفيلك القدس وكل الشعارات اللي بيبيعوها تا يحموا نظامهم ودولتهم بس نحنا ما لازم نحمي الدولة والناس بدنا نضلنا نقاتل الاسرائيل الله والنبي يوفقكم يا الشباب ان شاء الله بتحرروا لقدس بكرة قبل بعد بكرة بس بالمقابل بهذا المنطق يا سيس حسن لن اقسف عم نجرب نحمي البلد عم نجرب نحمي ما تبقى عم تقولولنا لأ وطولوا بالكم ما رح نعمل عم بقلك ما بدنا نستسلم عدم الاستسلام رح يقضي على ما تبقى وانا ما عم بقولي استسلم الاسرائيلي عم بقولي يسلم للدولة وساعتها كل المعادلة اللي بتتغير لما بيكون في حصرية الدولة بلبنان ما بتقدر اسرائيل تعمل اي شيء انما لما بدنا نكفة نفتح انه غريب ستنانسا بيختالوا فؤاد شكر بيكون معه ضابط ايراني بيختالوا نصر الله معه ضابط ايراني بيختالوا كلهم هاو شو عم بيعملوا الشباب نحنا عم نقاتل بيقل الكلام اليراني ما بنعول عليه وبوقت كان الله يرحم وامين عن حزب الله يقول مالنا وسلاحنا وكلهم من ايران وبالتالي كيدون اردن يلي بيعطي بيأمر الايرانيه هن اللي قالوا مسيطرين على اربع عواصم عربية وهن اللي كانوا عم بيفوضوا عن لبنان وزير الخارجية الايراني قال من جمع عندي مندوب بلبنان هو عم بيتابع القصة بيروحوا بيفوضوا عننا انه على اساس في عاقل بلبنان والعالم ما بيعرف انه الايراني هو اللي بيفوض عن لبنان بارك اوباما بالالفين واربطاش حكي مع الايراني تيسهل تشكيل حكومة تمام سلام هلقد القصة وبيجي بيخبرني خبريات انه الايراني مبسوط حاكم البلد عبر حزب الله وبالتالي اليوم هيدو الوقائع وانا ماني مبسوط وبدو يسمح لي يعني مثل ما الايراني ابتهج لما فات الامريكاني طير صدام حسين ومثل ما الشيعي ابن الجنوب ابتهج لما الاسرائيلي فات ورش رز عليها يخلصهم من صلبة منظمة التحرير اليوم في كتير لبنانية عم بيعتبروا انه لسوق الحظ ممكن يستفيدوا من الشيء اللي عم بصير تا ترجع تقوم الدولة